جدول ترتيب الدور المصري بعد تعادل الاهلي والانتاج الحربي في مباراة اليوم الجمعة 14 اغسطس مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم حضراتكم من جديد انتهت مباراة الاهلي والانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 19 من بطولة الدور المصري بالتعادل الاجابي بهدف لكل فريق حيث تمكن احمد عفي في لعب الانتاج الحربي من افتتاح اهداف المباراة في الشيط الاول وتحديدا في الدقيقة 24 بعد الرجوع لتقنية الفيديو وفي الشيط الثاني تمكن عمر السولية من التعادل بتزديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ارتفع رصيد الناد الاهلي بعد التعادل الى النقطة 53 في المركز الاول بجدول الترتيب بينما ارتفع رصيد الانتاج الحربي الى 24 نقطة في المركز التاسع وجاء ترتيب جدول الدوري بعد انتهاء المباراة كالتالي المركز الاول الاهلي 53 نقطة المركز التاني برامجز 35 نقطة المركز الثالث الزمالي 35 نقطة المركز الرابع المقابلون العرب 34 نقطة المركز الخامس للتحاد السكندري 29 نقطة المركز السادس سموحة 26 نقطة المركز السابع انبي 25 نقطة المركز التام الاسماعيلي 25 نقطة المركز التاسع الانتاج الحربي 24 نقطة المركز العاشر الجونة 21 نقطة المركز الحداشر المصري 20 نقطة المركز الـ 12 حرس الحدود 19 نقطة المركز الـ 13 أسوان 19 نقطة المركز الـ 14 وادي دجلة 18 نقطة المركز الـ 15 مصر للمقصة 17 نقطة المركز الـ 16 طلع الجيش 17 نقطة المركز الـ 17 طنطة 16 نقطة المركز الـ 18 نادي مصر 12 نقطة في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لاي أما لو كنت بشهدنا الأول مرة فاشترك معنا في القناة وفعل خاصة الجرس ليصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته